أكد ساعدة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي على التصدي لكل من يحاول إثارة الفتن أو شق الوحدة الوطنية باستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لافتا إلى استمرار التنسيق والمتابعة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة للوقوف على ملبسات أي حدث يرتبط بالبحرين وصورتها في الإعلام الخارجي وفي مداخلة له أمام مجلس النواب أكد الرميحي أهمية الدورة الذي تطلع به وزارة شؤون الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل ما من شانه أن ينقل أخبار ومعلومات مغلوطة عن المملكة مشيرا إلى أن البحرين تعرضت منذ عام 2011 لحملة إعلامية ممنهجة كانت تقف وراءها دول وأجهزة عملت على تشويه سمعة البحرين ولكن بفضل الله تعالى ثم بحكمة القيادة الرشيدة والتفاف شعب البحرين حول القيادة تعدت البحرين هذه المرحلة وتكسرت الكثير من المؤامرات على قلعة البحرين وأضاف في معرض إجابته على سؤال مقدم من النام محسن البكري حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل الاتصال الخارجي والداخلي أكد سعادة الوزير التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية والاتصال المباشر مع جميع السفراء بما يتعلق بملف حقوق الإنسان وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مرتبطة بجهة أو مؤسسة حكومية بعينها وهي بطبيعة الحال متاحة للجميع ويتم ضبطها بحكم القانون وشدد على عدم وجود فراغ تشريعي في البحرين حيث يوجد قانون عقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الصحافة وقانون حماية وثائق الدولة إضافة للكثير من القوانين التي من الممكن استخدامها لمقاضات أي شخص يحاول شق الوحدة الوطنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر